نفأ المركز الأعلامي لمجلس الوزراء إجراء امتحانات تجربية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي أكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية بمعدل نموذج استرشادي لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان دون الحاجة لعقد أي امتحانات تجربية